تواصل الحكومة وإعداد مسودة الموازنة لإرسالها إلى البرلمان قبيل انتهاء الفصل التشريعي في ظل دعوات لاستغلال الوفرة المالية وتوفير التعيينات ودت موازنة 2023 تمر بمراحل إعدادها وصياغة فقراتها النهائية إذ تعمد الحكومة إرسالها إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري للتصويت عليها وتمريرها قبل انقضاء الفصل التشريعي أنا أتوقع أن هناك اتفاق مع كل الجهات المسؤولة عن الموازنة ابتداء من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء إلى اللجنة المالية في البرلمان إلى البرلمان لا ستكون هناك عقبات تمشي هذه الموازنة بدقة وأعتقد هذه الموازنة أفضل من الموازنات السابقة لأنها ستكون موازنة برامج أو بها برامج أحدث مما كانت هناك سابقاً الكتل السياسية أصبحت الآن في موضع إثبات موقفها من إقرار القوانين المهمة لصالح المواطن فتمرير قانون موازنة 2023 يتطلب وجود اتفاق حقيقي داخل البرلمان يسبق عملية تقديمها من قبل الحكومة وهنا يكون التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عنصراً أساساً في إقرار الموازنة من غير سجال وتأخير أعتقد ستكون هناك تفعيل للقطاع الخاص تفعيل الصناعة تفعيل المعامل المتوقفة بالنتيجة الناية ستعمل على تشغيل توفير عدد كبير من درجات وظيفية في القطاع الخاص أعتقد بأن الأمور ستمرر بشكل سلس لكن المشكلة الواقع الحقيقي هو القطاع يعني الناس الشعب معالجة البطالة والنهوض بواقع الاستثمار ودعم القطاع الخاص الوفرة المالية المتحقيقة من ارتفاع أسعار النفط قادرة على تنفيذ الكثير من المشاريع التي جاءت في المنهاج الوزاري لحكومة السودان إذا تم إنفاقها بطريقة مدروسة بأسرع وقت ممكن تعتزم الحكومة إرسال مسودة قانون موازنة 2023 إلى البرلمان لإقرارها بعد الانتهاء من فلترة بنودها الاستثمارية بطريقة مغيرة عن الموازنات السابقة أحمد ليث بغداد الرابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة